منذ إعلان أرام كونيتها الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية في سابق كنا ننتظر هذه الصفقة وكان من المتوقع أنها ستتم في الربع الثاني من 2020 بالفعل تمت الصفقة وهي على طريق الإغلاق الآن ولكن لم تتم على سعر السوق الذي وصل إليه سعر سابق ولتراجع تقريبا 40% منذ الإعلان عن تلك الصفقة ولكن تم على السعر القديم المتفق عليه في هذا التوقيت هكذا هي الصفقات التي تم تنفيذها على سهم سابق أربع صفقات خاصة تم تنفيذها على السهم في الجلسة الماضية إجمال عدد الأسهم مليارين ومائة مليون سهم البقيمة 259 مليار ومائة مليون ريال سعر السهم في الصفقة هو 123 ريال السعر الحالي للسهم هو 88 ريال الفارق الأربعين في المائة هو فارق الصفقة أو السعر سابق حينما تم الإعلان عنه حين اتخذ قرار الاستحواذ وطبعا السعر الحالي بالنسبة للسهم وبالتالي تم التنفيذ على السعر القديم كيف تحركت هذه الصفقة كتسلسل زمني؟ كان في مارس 2019 اتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على حصته في سابق والتي تبلغ 70% من الشركة قيمة الصفقة 69 مليار دولار أو أكثر من ذلك أكتوبر 2019 تم الاتفاق مع الصندوق الاستثمارات العامة على شروط السداد بحيث تكون 36% نقضا 64% من خلال قرض مقدم من البائع ورامكو أنهت بالفعل الحصول على موفقة 50 دولة لإتمام الصفقة في مارس 2020 وبالتالي تحركت في اتجاه إغلاق الصفقة في الربع الثاني 2020 وهو ما تم الإعلان عنه تفاصيل عملية السداد قيمة صفقة الاستحواذ ستكون كالآتي كما ذكرنا 36% نقضا 24 مليار دولار و64% قرض مقدم من البائع مضمون وبأربع سندات تصدرها شركة أرامكو الجدول الزمني للسداد القرض والرسوم الأخرى سيكون ما بين 2020 و2025 بهذا إذن نتابع الأداء على سهم سابق أيضا لأن السهم تعرض للضغوط مع الفترة الماضية تراجعات أسعار النفط والضغوط من فيروس كورونا على قطاع البيترو كيمويات أدى إلى ضغوط على سهم سابق تراجع السهم منذ بداية الإعلان عن الصفقة تقريبا نتحدث عن 30% كانت تراجعات أكثر من ذلك كان قد وصل السهم إلى مستويات اقتربة من مستويات 60 ريال ثم قلص من خسائره مع تحسن أسعار النفط وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق قليلا كان الفرق تقريبا 30% أداء المالي للشركة الربع الثاني منذ طبعا الإعلان عن هذه الصفقة في الربع الثاني 2019 كانت الشركة حققت ربحية مليارين ومائة مليون ريال في الربع الثالث كانت ربحية 834 مليون ريال ثم الربع الرابع من 2019 724 مليون ريال تحولت فيها الشركة إلى الخسارة وفي الربع الأول من 2020 949 مليون ريال التوقعت أيضا باستمرار نتائج بالنسبة للربع الثاني باعتبار أن الربع الثاني كان هو الأكثر تأثرا بفيروس كورونا على هذا القطاع وعلى الأسواق بشكل عام حجم الإنتاج السنوي لسابك 75 مليون طن متري لديها عملاء في 50 دولة حول العالم وتضم 33 ألف موظف شركة أمراكو من أكبر شركات البيترو كيمويات في العالم سابك استحواذ أرامكو مهم على سابك كان مهما أيضا إعلان عن هذا الاستحواذ قبل الطرح العام لأرامكو والذي تم العام الماضي كل هذه الأمور ربما تبدو كأن السوق لم تتفاق بشكل كبير كان معروفا أن هذا سيحدث بالنسبة للاستحواذ وبالتالي تفاصيل الاستحواذ لم تكن مفاجئة ولم تؤثر على أسعار الأسواق